بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته التربية الدينية الإسلامية لصف الأول الابتدائي الفصل الدراسي الثاني نبدأ على خير بمشيئة الرحمن حلو نتفعل مع بعض في بداية نعرف أن الله غفور وأن الله سبحانه وتعالى يسمع الدعاء أدعو الله في الصباح وللمساء ولكل وقت طبعا في كل وقت يا حبيبي إذا أخطأت أعتذر ولا أستمر في خطأي طبعا إذا أخطأت أو فعلت أي خطأ لازم تعتذر عن هذا الخطأ أعمل صالحا لأدخل الجنة أنا أعمل صالحا لأدخل الجنة أنا أحب كل الناس طبعا الكلام ده صح لازم أن تعرف جميع المعلومات الجميلة دي موسى عليه السلام نزلت عليه التوراة سيدنا عيسى عليه السلام نزلت عليه الإنجيل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نزل عليه القرآن وسيدنا محمد هو خاتم الأنبياء والمرسلين القرآن 114 صورة القرآن عبارة عن آية نركز بقى القرآن الكريم 114-411 صورة طبعا لسا إلنها القرآن الكريم 114 صورة عندنا يتلو المسلم القصة وللقرآن الكريم التلاوة للقرآن الكريم نزلت التوراة على سيدنا عيسى ولا موسى لسا إلنها التوراة على سيدنا موسى أما سيدنا عيسى نزل عليه الإنجيل خاتم الأنبياء والمرسلين هو سيدنا محمد ولا سيدنا عيسى لا خاتم الأنبياء والمرسلين هو سيدنا محمد القرآن هو كلام الله ولا رسول لا كلام الله القرآن هو كلام الله أما الأحاديث هي كلام الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن يعلمنا ما يدرنا ولا ينفعنا طبعا ما ينفعنا القرآن يعلمنا ما ينفعنا نزل القرآن على سيدنا موسى ولا محمد يستئلنها سيدنا محمد يبقى سيدنا محمد القرآن سيدنا موسى التوراة سيدنا عيسى الانجيل لازم ان نحفظ الحاجات دي نزل على سيدنا محمد على سيدنا عيسى للسائلين هدلوقتي الانجيل يبقى تاني القرآن سيدنا محمد الانجيل سيدنا عيسى والتوراة سيدنا موسى الرسل يدعونا الناس الى عبادة الله الواحد الاحد طبعا الكلام ده صح في قصة جميلة او اسمها قصة التسامح اكيد كلنا عارفينها وقرأناها اللي هي خاصة بعمر ومريم حنحل اسئلتها مع بعض ونركز مع بعض اسئلة جميلة خاصة بالقصة وخاصة بحياتنا عمتا انا اتخاصم مع الزقائي ده صح يا جماعة انا اتخاصم مع الزقائي ده خطأ طبعا ما نتخاصبش مع حد الخصام صفة جميلة ولا قبيحة لا طبعا صفة وحشة جدا الخصام صفة قبيحة رجع الجد من السفر الناس اللي قرأت القصة عمر لا يتحدث مع مريم ايوا فعلا هم كانوا متخاصمين مع بعض عمر يريدوا ان يشاهد برنامجا ولا مباراة كرة قدم لا كان هو عايز يشوف مباراة كرة قدم لا يحل للمسلم ان يهجر اخا فوقه اربع ليالي ولا خمس ولا ثلاث ليالي ولا خمس ليالي طبعا ثلاث ليالي انتوا عارفين الحديث لازم ان نحفظ الحاجات ونهتم بالدين جدا اعتذر عمر ومريم لبعضهما طبعا صح بعد ما الجد صالحهم على بعض القرآن الكريم مية واثناشر صورة خطأ ام الكام يا جماعة مية واربعتاشر صورة يا رب نحفظ القرآن كده ونهتم بالدين نزلت التوراة على سيدنا محمد خطأ احنا لسه ايناها التوراة نزلت على سيدنا موسى وما سيدنا محمد نزل عليه القرآن لازم ان نقرر كتير استغفر الله في كل وقت طبعا الكلام ده صح انا احب الخير طبعا الكلام ده صح بحب الخير لنفسي والامي والابوية وللناس كلهم القرآن كتاب الله طبعا الكلام ده صح قلناه نزلت الانجيل على سيدنا عيسى سيدنا عيسى التوراة سيدنا موسى والقرآن سيدنا محمد نكمل مع بعض برضو الحاجات الجميلة دي عندنا معلومات لازم تعرفة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتعبت في غار حراء وهو في سن الأربعين في شهر رمضان في ليلة القدر نزل عليه سيدنا جبريل وقال له اقرأ وكرر الثلاث مرات قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ وفي المرة الأخيرة قال له سيدنا جبريل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علاقة اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم ودي صورة العلق ولازم أن نحفظها ولازم أن نعرفها كويس جدا وهي لا تكميلة طبعا هما وغدين الخمس أيات دول بس حكى سيدنا محمد ما حدث لزوجته السيدة خديجة فطمأنته دي آخر صفحة نحن لها مع بعض الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتعبت في غار حراء غار حراء معلومة أضافية على جبل النور يذهب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الغار في شهر لسه إلينا في شهر إيه يا جماعة في شهر رمضان حكى سيدنا محمد ما حدث للسيدة خديجة زوجته لسيدة خديجة زوجته قرر جبريل اقرأ سيدنا جبريل قرر اقرأ ثلاث مرات أربع مرات طبعا نساء إلينا دلوقتي ثلاث مرات أول نزول للقرآن الكريم كان في ليلة القادر طبعا الكلام ده صح في شهر رمضان وهو شهر الصيام صح عندنا جاءت النبوة في سن الأربعين في سن الأربعين السيدة خديجة هي زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا الكلام ده صح نزل القرآن الكريم على سيدنا محمد والتوراعة سيدنا موسى والإنجليع سيدنا عيسى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الصادق الأمين صح اقرأ باسم ربك الذي نكمل بقى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علاقة صدق الله العظيم ده الجزء الأول من التربية الدينية الإسلامية خمس صفحات إن شاء الله كل فترة حناخد جزء بارك الله فيكم شكرا لحسن استماعكم فضلا وليس عمرا يسرون اندمامكم من قناة متحة نصر التعليمية شكرا وبرك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته